موسيقى واتتابعونا في حلقتنا هذا المساء استياء النوروبي من التحركات التركية في ليبيا والمرصد يؤكد وجود 300 مسلح موان لأنقرة يقاتلوا في طرابلس تحالف البناء يتمسك بإقالة برهم صالح وتحالف سايرون يدعمه ويصف موقفه بالوطني موسيقى يهدد رئيس التركي بتدخل العسكري في ليبيا ويعد فلمان بلاده لقبول هذا الدور بينما تتصاعد المواقف الدولية رافضة لهذا التحرك ولكن المواطيات تشير إلى أن التهديد تخول إلى واقع بتجنيد مئات من مسلح التطرف في سوريا وإرسالهم لساحات المعركة في طرابلس فهل يمر الأمر سهلا على الطرف التركي؟ وهل يمكن لأنقرة أن تغير من موازين القوى على الأرض عبر نقل المتطرفين من سوريا إلى الساحة الليبية؟ المعلومات تشير إلى نمئات المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا بدأوا بالفعل بالمشاركة في المعارك الدائرة في أطراف طرابلس ولكنها تثير تساؤلات حول طبيعة التهديدات التي أطلقها رجب طيب أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا فإذا كان الدعم البري والبحري والجوي هو الوعد الذي قدمه أردوغان لحكومة فايز السراج في طرابلس فلماذا اللجوء إلى المرتزقة؟ ولماذا لا يأتي بقواته مباشرة؟ يعرف أردوغان فيما يبدو أن جيشه سوف يواجه جحيما حقيقيا وهو يريد أن يتدخل ولكن فقط إذا ما تمكن مرتزقته من فتح الطريق لقواته المعلومات المتوفرة حتى الآن والتي قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان قالت إن نحو 300 مرتزق من عناصر الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في الشمال السوري انضموا إلى ساحات المعارك وهم يتمركزون الآن في معسكر جنوب طرابلس وهناك ألف آخرين يجري تدريبهم في معسكرات للجيش التركي على مقربة من الحدود مع سوريا لكي يتم إرسالهم إلى ليبيا وجوده مرتزقة جدد لم يكن بعيدا عن الحسبان بالنسبة لعمليات الجيش الوطني الليبي ذلك أن الميليشيات الإرهابية الليبية تستعين من الأساس بإرهابيين من الخارج ينتمون إلى تنظيمات داعش والتنظيمات المماثلة لها التي تنشط في عدد من الدول القريبة السؤال الأكثر إلحاحا هو إلى أي مدى يمكن لهؤلاء المرتزقة أو حتى التدخل التركي المباشر أن يغير من مسار المعركة من أجل تحرير طرابلس تأكيدات القادة العسكريين الليبيين تشير إلى أن المعارك لن تتوقف وأن وجود مرتزقة أتراك لن يترك أثرا كبيرا وعلى الجيش التركي أن يستعد لحرب شوارع لن تنتهي إلا بهزيمته الليبيون بمن فيهم الذين يخضعون لحكومة فائز سراج لن يسمحوا لقوة غزو أجنبية أن تتدخل في شؤون بلادهم ولا أن تقرر لهم مصائرهم أردوغان في نهاية المطاف لن يكسب شيئا موسيقى 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 لنقاش هذا الموضوع ورحب ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي السيد عبد الحكيم مع توق السيد عبد الحكيم مساء الخير مرحبا بك معنا لم تنقطع المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لأي تدخل تركي في ليبيا منذ أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك هل بتصورك تدفع هذه المواقف الرجل والحكومة التركية لإعادة الحسابات وإعادة قراءة المشهد وحسبة الأكلاف والتداعيات لأي خطوة قد يقدم عليها فعلا في الساحة الليبية أغيث النوع من التلويح لا أتصور بأن أردوغان سوف يزج بقوات رسمية وهو عودنا أن يناور بهذه الطريقة وهذه نوع من العنتريات يعني مارسها في أكثر من مكانها مثل ما حصل في سوريا هناك ضغوط تمارس عليه من قبل الاتحاد الأوروبي اليوم هناك مشاورات تمت بين بوتينو وأنجلا ماركل حول ذات الموضوع ولكن يظل مسألة النقل مقاتلين تركمانيين من عفرين ومن إدلب وغيرها هذا قائم يعني ووفق الشواهد والإتبادات هناك مجموعات كبيرة وصلت عبر ميناء مصراتة وميناء معتيقة سوريا مطار معتيقة وعبر ميناء زوارة وهناك أيضا مطار نفيدة تمت مكتب تسفير يسيره ضباط استخبارات أتراك أنها تحدث عن تونس ويعطون لهذه المجموعات تأشيرات مزورة للدخول فالعدد حسب الأحصيات وصل إلى ألف مقادل الآن يتواجدون في جنوب طرابلس حيث معسكر التكبالي لكن الملمح الأخطر وورد في تخريركم أن هذه الخطوة سواء كانت على مستوى عسكري رسمي تركي أو على مستوى نقل المقاتلين أو تصدير إرهاب من سوريا الليبي هو إيقاد حقيقة لذاكرة أليمة لدى كثير من الليبيين تتعرف الليبيون لا يمكن أن يقبلوا أي شكل من أشكال التدخل المباشر على الأرض سيما الأتراك هم الآن أعادون إلى مجزرة الجوازة 1718 الذي قضى فيها عشرة ألاف ليبي من الأطفال والنساء والشيوخ يعني مقابلا أو إجبارهم على دفع الميري اليوم حقيقة يريدون أن يبعثوا الروح من جديد في حكومة منتهية لم تقدم شيء ومرتهنة لتحالفات تكفيرية وخارج القانون وتنفذ أجندات خارجية فكل المعطيات حقيقة تشي بأن ليس تمت قدرة لأردوغان بأن يغير حتى موازيل القوى متى حصل نوع من الانتفاضة بداخل طرابوس وهذا متوقع أن تحصل عمليات انتقامية لشباب مساندين داخل العاصمة وسأسألك أكثر بعد قليل من هذه الخطوة حول هذه السيناريوهات المتوقعة لتطورات المشهد الميداني في العاصمة طرابوس والمعارك هناك لكن سيد عبد الحكيم قلت بأن ما أقدم عليها أردوغان هو تلويح في التدخل العسكري لكن هل بتصورك القلق والتصريحات والربض الطالع على لسان أكثر من طرف إقليمي ودولي وازن بيعكس قلقا من تلويح أم قلقا فعلا من إقدام أردوغان على المضيف في تدخل عسكري مباشر وعلى المضيف في تنفيذ بنود اتفاقية أمنية تفتح الطريق أمامه للدخول بريا وبحريا وجويا كذلك في هذا الميدان أنا أتصور أن اليوم تمت موقف مصري صريع عندما تعلن مصر حالة النفير ويعلن الرئيس عبد الحسيسي بشكل واضح أن الأمن القومي المصري هو من الأمن يعني هو الوجه الآخر للأمن القومي الليبي أو العمق الستراتيجي الأمن القومي المصري تمثله ليبيا وأن أي تدخل سوف يرد هناك حديث عن تصدي حتى طائرات F-16 مصرية لطائرات تركية ربما حاولت خرق المجال الجوي الليبي فقد يكون هناك كباشا أنا لا أستبعد ربما هذه الفرضية كثير من المراقبين لا يتوقعون عندها ولكنني أتصور أن يكون هناك كباشا مصريا تركيا كيف حجمه؟ لا أعلم لكن مسرحه ليبيا هل في البحر؟ هل في الجو؟ ربما لكن على الأرض لا تصور لأن الجيش يتقدم بطريقة دبقية ملفتة يعني الجيش الليبي أنت لم تعد تتحدث عن تخوم العاصمة هم يقولون بأن الجيش لم يدخل العاصمة هم العاصمة بالنسبة لهم كما جميع مسلحة وحكومة ومجلس هي حيث يربض السراج يعني بستة أو طريق السكة لكن عندما تتحدث عن العاصمة طرابلس الجيش في حي الزهور وفي حي صلاح الدين وفي أبي سليم وفي الهضبة هذه لا تبقى سوى كيلومترات يعني وفق حركة آليات القوات المسلحة لا تأخذ منها حتى ربع ساعة لكي يلقي خليفة حفتر بيانه من ميدان الشهداء فهذه محقيقة معطيات غير دقيقة بالنسبة للطرف الآخر لكن إذا كان حصلت مثل ما حكيت لحضرة كيباش مصري تركي في الجو أو في البحر ربما نحن أمام سيناريو مختلف يستدعي تدخل دولي بكل تأكيد وفي هذا السياق التقارير أشارت خلال الساعات القليلة الماضية إلى زيارة غير معلنة يقوم بها المشير خريفة حفتر للعاصمة المصرية القاهرة بتصورك دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت هو في طار التنسيق العسكري والأمني في طار الدعم اللوجيستي والمصر ما نفكت الآن نشوف لم يعد هناك ما تخفيه مصر ولا أي من هذه الدول الشقيقة التي تعمل وفق منظومة العامل العربي المشترك وربما فعلت من حيث لا تدري اتفاقية الدفاع العربي المشترك نحن هنا نتحدث عن مقررات قمة الرياض سيدي يعني الأخيرة نحن هنا نتحدث عن آمن عربي مشترك هذا ما قررته قمة الرياض في المملكة العربية السعودية منذ أشهر سواء فيما يتعلق بالتدخل الإيراني أو التدخل التركي إذن هنا تم تياقض عربية ربما تصدرتها مصر لجهة أنها مثل ما حكيت لحضرتك ليبيا تشكل لها أمقر استراتيجية ولكن المؤسكر العربي الذي يضم فضلا عن مصر الشقيقة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن وهناك أيضا غطاء بشكل أو بآخر تمثله روسيا فرنسا أمريكا راضية أيضا فأنا دائما أردد لازمة حقيقة العالم الذي اتفق عام 2011 على إسقاط النظام وحلت محلها الفوضى التي أفرزت هذه التحالفات سواء كان العقدية أو الخارج على القانون في غياب روسيا التي كانت يترأسها مدفادف اليوم يريد أن يعيد النظام كيف هو النظام لا أعلم ولكن يريد أن يعيد النظام ويسقط هذه الفوضى في ظن روسيا بوتين فهذه عبارة عن تحريك يعني مسألة وقت وسوف تنتهي الفوضى بانتصار الجيش تأكدنا أنا متأكد من هذا وهو تقليمه كما أشرت الدبلوماسية المصرية بدأت نشطة وفاعلة خلال الأيام الماضية بالتواصل مع جميع هذه الأطراف المعنية والنشطة في المشهد الليبي لكن لو توقفنا عند هذه المواقف سيد عبد الحكيم وبدأنا نشرحها مثلا الموقف الأمريكي الذي قلت بأنه موقف راضي هل هو كذلك فعلا بعد حديث الرئيس المصري السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيان الذي صدر عن هذه المكاملة لم نسمع مزيدا من المواقف الأمريكية بل لم نرى موقفا أمريكيا واضحا إذا ما يجري على الأرض في الميدان في طرابلس ومحيطها وإذا هذه التحركات التركية هل من تفسير لذلك بتصورك هل هو انسحاب أمريكي وابتعاد عن هذا المشهد مستمر منذ سنوات أم ماذا له انتظار لحظة فقط أنا في تقديري عندما اتفقت موسكو بواشنطن على الحقول دون أن تمرر لندن دائك المشروع في خمس مرات متتالية والذي كان يفضي إلى منع تقدم الجيش أكيد تذكر جلسات أول مرة تحصل في سابقا تتفق أمريكا وروسيا في مواجهة بريطانيا وتمنحها من تمرير المشروع كان يريد إدانة الجيش منذ تلك اللحظة كان العنوان واضح هناك حديث عن أطراف وهذه مغالطة دائما يرددها السيد غسان سلامة وربما حتى للأسف العالم العربي ليس تمت أطراف في ليبيا الآن في ليبيا المشكلة أصبحت واتضحت جليا بأنها مشكلة أمنية بامتياز هناك جيش وطني وعيدة بناه ويحارب الإرهاب ونجح في دحره في بني غازي وفي درنا وفي الجنوب الليبي وأمن الحقول وأمن المواني ويقدم كل الأراضي ويسيطر على 90% من الأرض الليبية وهناك جماعات تكفيرية هناك تحدث على التنظيم العالمي لأخوال المسلمين وتفرعات تنظيم القاعدة ودعش وهناك مجموعات أخرى خارجة على القانون تعتاشوا على تهريب الوقود والنقود والبشر إلى ما هناك وهذا ورد في تقرير الأمم المتحدة وفي حطات غسان سلام إذن المشكلة أمنية بامتياز عندما تتطهر العاصمة من هذه الجماعات التكفية والأخرى خارجة على القانون بكل تأكيد ضمنا سوف تعاد هيبة الدولة فبالتالي نحن أحوج ما نكون إلى رفع الغطاء السياسي هذه جزئة مهمة جدا رفع الغطاء السياسي على هذا المجلس لأنه من غير المعقول أن ينصب مجلس وحكومة ويتجاوز الماء المدة القانونية المقررة له حتى في الاتفاق الذي رشح هو عنه في الصخيرات ولا يضمن في اتفاق في الإعلان الدستوري ولم تنل حكومته الثقة ويصبح مفروضا على الليبيين يعني هذا ضد إرادة الليبيين أين هين الديمقراطية كيف بالإمكان رفع الغطاء عن هذا المجلس وعن هذه الحالة السياسية القائمة خصوصا وأن الطرف التركي وقع مع مخرجات هذا المجلس مع حكومة الوفاق هذا الاتفاق الذي أثار الكثير من الجدل ولا أحد بإمكانه أن يذهب ويقول للطرف التركي بأن هذا الاتفاق غير شرعي هو اتفاق بين حكومتين لم يأتي أحد على شرعيته والضرب فيها حتى اللحظة هذا كلام صحيح طبعا أردوغان تكعى على قرار المجلس الأمن الذي حصن هذا المجلس للأسف وهذا الذي عبر عنه في أكثر من حديث السيد غسان سلام عندما قال بين المجلس الأمن أو المنتدى الأممي يعيش حالة انقسام وربما ذهب إلى أبعد من ذلك وصفا بأن المجتمع الدولي أو تحديد المجلس لم يوصل إلى مرحلة العقم بمعنى لم يعد بمقدوره أن ينتج قرارا آخرا يعني يلغي ذلك القرار الذي حصن هذا المجلس وحكومته إذن ما هو المطلوب الآن الجامعة العربية هناك حراك حقيقة على المستوى العربي وهناك حراك حتى على المستوى أوروبي ربما تصدرته اليونان وقبرص إذا ما نجحت الجامعة العربية على أقل من خلال القاهرة في أن تصحب الاعتراف بهذا المجلس أنا متأكد سوف أتباحها كل الدول العربية ودول الاتحاد الأفريقي والدول الأوروبية فمثل ما حصل مع عام 2011 عندما رفعت كثير من الدول العربية والأفريقية الغطاء عن نظام معامل القدافي أصبح عاريا وأصبح يعني يواجه سخطا دوليا بأن هناك مواجهة هذا مضحة آخر المهم من الغطاء السياسي عندما ترفعه الجامعة العربية الآن فهي سوف تساعد كثيرا بأن هذا المجلس كل موقعه وأنت تعرف أن هناك أحكام قضائية صدرت بشأن بطلاني قرارات المجلس وحكومته واستفراد فائز السراج بتلك القرارات والإهدار الإهدار الكبير الذي وصل إلى عشرات المليارات من الدولارات الأشهر والسنوات الماضية حملت سيد عبد الحكيم تباينات واضحة وصريحة بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي بين دول الجوار لسيمة مع المعسكر الغربي كذلك اليوم نسمع بعض المواقف الصريحة على لسان رئيس الوزراء الإيطالي على سبيل المثال يتحدث ويحذر من تداعيات أي تحرك تركي ويقول بأن الأمر سيجلب مزيدا من التوترات غير المسبوقة هل بتصورك ما يجري وهذا التلويح والتهديد التركي هل يمكن أن نزيل كل هذه التباينات بين هذه الدول الإقليمية الفاعلة في ليبيا ونمضي إلى خطوات وسيناريوهات تتحدث عنها برفع الشرعية عن بعض الأجسام والمضي إلى حلول أخرى جديدة الآن هذا هو السيناريو الأقرب إلى الواقع أنا شفت أن موقف كونتي تغير كثيرا موقف الحكومة الإيطالية لم يعد كما هو في سبع على الرغم من أن هم مستفيدين تعرف العلاقة الوطيدة التي ربطتهم بالسراج وحصولهم على منافع من غاز مليتا ربما بأسعار حتى لم تحدد ولم يعلن عنها وذلك الخط الذي يغدي أوروبا بأكملها ليس إيطاليا فقط ولكن الموقف السياسي لا تغير ما حدا حتى بكثير من المواليين للمجلس أن يوجهوا انتقادات لا دعا لحكومة روما لكن هذا إضافة إلى موقف ألمانيا أيضا وموقف روسيا وموقف فرنسا فلا تصور بأن هذا المجلس سوف يصمد سياسيا وهذا رهن إنجاز العملية العسكرية السيناريو الذي أتصوره عندما يدخل الجيس وسوف يدخل وقريبا يدخل هو أن يشكل مجلس عسكريا ويعلن حالة الطوارئ ويشكل حكومة حرب هنا تتغير كل المعطيات وكل شكل التعاطي ولن يكون هناك يعني يد طولة لأردوغان ولا غير أردوغان في تدخل في الشعن الليبي من الآن وحتى الوصول إلى هذه السيناريوهات سيد عبد الحكيم اسمح لي أن أشرك معنا في النقاش من القاهرة السيد إبراهيم بالقاسم الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من هناك ما رأيك سيد إبراهيم خصوصا وأن الجيش الليبي يتقدم بتسارع على جبهات العاصمة الترابلس وكما يرى السيد عبد الحكيم بأن الوصول إلى هذه المخرجات وبسط السيطرة والمضي إلى السيناريوهات جديدة لا يبدو بعيدا هل من تداعيات وانعكسات حقيقية على المشهد الميداني بتصورات هل من شأن هذا أن يؤخر أي تقدم للجيش الليبي ويؤخر الوصول إلى هذه السيناريوهات المأمولة من قبل الجيش الوطني أهلا بك والحاجة أحتضر على التأخير واسمح لي ونحيي الأستاذ عبد الحكيم معتوك أنا سعيد جدا أجد نفسي في حوار مع كاتب صحفي كبير زي السيد عبد الحكيم معتوك الحقيقة أن الآن في هذه الآوينة تحديدا وفي هذه المرحلة الخطيرة جدا التي بات فيها الملف الليبي حقيقة يعني على مشارف أن يصبح أزمة دولية معقدة بكل ما تعني الكلام حتى هذه اللحظة ما زالت الأزمة الليبية هي أزمة ليبية منطلقة من أساس أن هناك سلطة سياسية نتجت عن اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذا الاتفاق وهذه السلطة كانت قد مارست إقصاء لأطراف سياسية وأطراف وطنية في ليبيا وأن هذا الإقصاء الذي استمر إلى أن عزلت هذه السلطة نفسها عن الجميع والآن نحاول بشكل أو بآخر كانت هناك بعض الفرص إلى مرحلة ولكن الآن نفكر عن بدائل للسلطات الموجودة داخل ليبيا لإنهاء الأزمة والحرب الموجودة في داخل ليبيا بسيناريوهات وبخطة سياسية واضحة جدا تحدد فيها معالمها وتحدد فيها المحطات التي سنتجه إليها عملية المجلس العسكري وحكومة حرب قد تكون يعني كلام فطفات جدا دون توضيح معالم كيف ستكون المرحلة القادمة إلى أين سنتجه متى ستكون نقطة البداية ونقطة النهاية بمدة زمنية غير ذلك لا يمكن أبدا أن نطق بأن نسير في اتجاه صايا وإن اضطرينا في هذه المرحلة أن نسير ببطء اتجاه وجود مؤسسات وسلطات حقيقية يعني تضمن على الأقل تجاوب أو تفاعل أو اقترابها من القواعد الشعبية الموجودة في ليبيا ووضح جميحها في عين الاعتبار ومحاولة تلبية مطالبها على الأقل الأولية المبدئية التي يمكن من خلالها أن تشارك في سلطة حقيقية يمكن التمهيد بها إلى مرحلة قادمة دون هذا ستستمر الأزمة في الداخل الليبي التي تعطي فرصة حقيقية لبعض الدول من بينها تركيا وغيرها من الدول الآن تركيا تجاهر بأنها ترغب في أن توجد نفسها على الأرض في ليبيا بشكل وبنهج استعماري يعيدنا إلى سنوات مظلمة جدا كانت علاقة ليبيا بتركيا علاقة سيئة كانت دولة استعمارية لم تترك في ليبيا إلا المجازر وإلا أيام سوداء مظلمة أعتقد أن الليبيين يرفضون بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تواجد تركيا على الأرض في ليبيا على الأقل إلى الآن هناك الآن تركيا تعلن هذا ولكن هناك أيضا مطامع أخرى من دول أخرى ما لم نسعى حقيقة إلى إيجاد حل شامل للأزمة الليبية وهذا ما انتحدث عنها أيضا الرئيس المصري تحسيسي في خطابه أمام مجلس الأمن القوم المصري قبل ساعات من الآن أو تحديدا يوم أمس كان قد تحدث بشكل واضح أن هناك أزمة حقيقية في ليبيا ويجب معالجة الأزمة على كل الجوانب وعلى كل نواحي نتحدث عن الأزمة السياسية والاجتماعية نتحدث عن أزمة الأمنية والجماعات المتطرفة نتحدث عن مؤسسات في ليبيا كيف إعادتها والتئامها من جديد لتكون سلطة قادرة على الاتزام على الأقل بحد الأدنى من واجباتها في هذه المرحلة كثيرين يرون بأن الأزمة الأساسية والحقيقية البارزة هي باتت أزمة أمنية الآن في المشهد بالتالي بدون الحسم الأمني والعسكري سيظل ربما من الصعب الولوجي لهذه المسارات الجديدة ما رأيك في ذلك؟ المسألة متكاملة صحيح أن المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة أمنية ولكن خلقت مجموعة من الأزمات الأخرى نتحدث عن فساد نتحدث عن الانهيار في مؤسسات الدولة عملية انقسام المؤسسات هناك أصبحت أزمات متراكمة فيما بينها الأزمة الرئيسية هي أزمة أمنية صحيح ولكن هناك أزمات أخرى إذن يجب أن تكون معالجة بالدرجة الأولى معالجة أمنية سياسية اجتماعية ومسألات أخرى وحتى اقتصادية يجب أن توضع ملامح واضحة جدا لمرحلة مقبلة عشنا ما يقارب عشر سنوات مظلمة عشرية سوداء بكل ما تعني الكلمة في ليبيا اليوم يحق لنا أن نتجه نحو أن تستقر الدولة الليبية لعمل الاستقرار حتى في المنطقة ككل اليوم التهديدات التركية لا تهدد ليبيا في عسم إنما تهدد ليبيا تهدد مصر تهدد الأقليم بالكامل أوروبا أيضا قرقة جدا مما يحدث وسترسل أوروبا أربعة من وزراء خارجية دولها إلى ليبيا خلال يوم 7 يناير القادم لبحث هذه الأزبة ولمحاولة ثاني السلطة في طرابلس حكومة الوفاق من عملية التجاه إلى تركيا وعملية ارتفاق الموقع مع تركيا أن تتحدث على الاتفاق الأمني وليس أتفاق والذي بظل تنفيذ بنوه خاليا على الأرض مرتبطة سيد إبراهيم بموافقة البلمان التركي على ذلك في ظل معارضة شديدة يبدو وكأن الرئيس التركي يواجهها في الداخل سيوافق لأن الردوغان أصبح ديكتاتور في لكن من الآن وحتى ذلك الحين أخيرا سيد عبد الحكيم هل بتصورك سؤال تردد عند كثيرين خلال الساعات الماضية هل الدفع وهذا النقل لمسلحين موالي لأنقرة من الشمال السوري إلى ليبيا هل هو بداية ونهاية هذا التدخل التركي هناك بكل تأكيد أنا قلت لك أهلا بصديقنا أبراهيم أولا قلت لك في بداية حديثي بأن هذه الخطوة كانت أيقضت في ذاكرة الليبيين مرحلة مؤلمة وهي طبعا لم تكن مباشرة كان الإلام سوف يكون أشد ضراوة عندما يكون التدخل مباشر الآن الألم مضاعف أن تركيا أو التركيا الأردوغانية سوف تكون مسؤولة على زعزعة أمن واستقرار العاصمة من خلال نشر مقاتلين شريسين لديهم صوابق إجرامية في الدبح والعمليات الغمازية في عاصمة مساراتها الأمم المتحدة فلا أتصور بأن حتى الذين حتى اللحظة يولون السراج سوف يوجهون بندقه من هذه المجموعات التكفيرية وسوف تكون النهاية فعلا شكرا أشكرك جزيلا شكر ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي السيد عدد الحكيم معتوق ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد إبراهيم بالقاسم وقت هذا الملف انتهى تماما شكرا جزيلا لكم وتتابعون في حلقتنا ولكن بعد قليل تحالف البناء يتمسك بإقالة برهم صالح ويدعو لتنفيذها في غضون سبعة أيام مفقا للدستور أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني تطورات سياسية متسارعة تعيشها الساحة العراقية تزامنا مع دخول الاحتجاجات شهرها الثالث وزادت مشاورات تسمية رئيس وزراء مكلف المسألة تعقيدا ففي ظل تعنت بعض الأحزاب المتخوفة من خسارة موقعها ونفوذها يأتي موقف الرئيس برهم صالح الرافض لتسمية الكتلة الأكبر رئيس الوزراء الجديد فهل ينجح صالح في كسر جمودي نظام لطالما عتمد المخاصصة الحزبية والأي مدى يستطيع هذا الأخير تحمل ضغوطات داخلية وأخرى خارجية لطالما أيضا لعب الدورا محوريا في البلاد على امتداد عقود خلافا لتوقعات خصومه السياسيين يعود الرئيس العراقي برهم صالح إلى بغداد لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بعد تلويحه بتقديم استقالته للبرلمان استجابة لدعوات بعض الكتل الغاضبة من رفض صالح تكليف مرشح تحالف البناء أسعد العيداني المدعوم من إيران وفي آخر تصريح له شدد الرئيس العراقي على احترام إيرادة الشعب في الإصلاح وتسمية رئيس وزراء مكلف ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية موقف لاقى استحسان الشارع العراقي خلافا للقوى السياسية في تحالف البناء التي مزالت تضغط على البرلمان لمحاسبة صالح بعد اتهامه بخرق الدستور والحنث باليمين على اعتبار أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تسمي رئيس الحكومة المكلف في المقابل ثمنت الكتلة النيابية لتحالف سائرنا المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موقف الرئيس صالح واعتبرته موقفا وطنيا وجددوا موقفهم الداعمة لمطالب المحتجين مصدر الشرعية لكافة السلطات وفق بيان سابقا للكتلة الإشكال لا يكمن فقط في تسمية الرئيس المكلف أصوات أخرى تعالت في البرلمان العراقي على رأسها التحالف الفتح الذي اعتبر أن الغاية من قانون الانتخابات الجديد مسح بعض الأحزاب الموجودة والتي تعتبر غير فاسدة من مجلس النواب لتصعد أحزاب متسلطة إلى الحكومة المقبلة تذبذب المشهد السياسي الداخلي في العراق لا يختلف كثيرا عن الشارع الذي ما يزال يشهد صدمات بين الأمن والمتظاهرين مع إصرار المحتجين على مطلب إيجاد حكومة من خارج المنظومة السياسية الحالية تحارب الفساد وتعلي مصلحة الشعب قبل الأحزاب ترجمة نانسي قنقر لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفنا من لندن البحث السياسي الدكتور حميد الكفائي على أن ينضم إلينا بعد قليل من بغداد السيد هشام الشماء عضو مركز العراق للتنمية القانونية دكتور حميد مساء الخير مرحبا بك معنا الرئيس العراقي إذن يعود للعاصمة بغداد بعد أيام قضاها في السليمانية عاقب خطوته ورسلته للفلمان التي لوح من خلالها بالاستقالة هذه العودة للعاصمة العودة إلى ممارسة مهامه هل هي عودة الرجل أيضا عن خطواته وتهديداته وتلوحه بالاستقالة كذلك لا أعتقد ذلك لأنه الرئيس برهم صالح اصطف مع المتظاهرين مع الشعب العراقي وهو يعلم جيدا أن الإتيان بشخص من هذه الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتي ثار الشعب العراقي ضدها سوف يزيد المشكلة تعقيدا وسوف يزيد من حدة التظاهرات والاحتجاجات لذلك سيصبح هو المسؤول عن تعقيد المشكلة وعن الانهيار الذي سيتبع حين القبول أو حين تكليفه مرشح جديد من نفس هذه الطبقة التي المرفوضة أصبحت مرفوضة من الشعب العراقي الرئيس برهم صالح لم يقدم استقالته وإنما هو عرض على البرلمان أنه لن يمتثل للضغوط التي مورست عليه لأن الشعب العراقي سيف يرفض أي مرشح تقدمه هذه الطبقة السياسية والمفروض أن يختار مرشحا جديدا محايدا على الأقل ليس من هذه الطبقة كي يشرف على المرحلة الانتقالية ويشرف على سن قوانين جديدة وتعديل الدستور كي يسير البلد بهدوء نحو نظام سياسي مقبول شعبيا ونظام يرفض الفساد ويرفض ويلفض الفاسدين سيد حميد كتل سياسية أشارت وقالت بأن خطوة الرئيس هي إضافة تعقيد على التعقيد القائم أساسا في المشهد العراقي وقفز إلى المجهول قد تحدث فراغا له تداعيات صعبة لكن هل بتصورك وخطوة الرئيس العراق التي نالت على شعبية في الشارع ورضى وقبول كبيرين هل فشلت الكتل السياسية في تصويق هذه الرسالة بتصويق تحميل الرئيس مسؤولية أي تداعيات صعبة لحالة الاستعصاء والجمود التي يشهدها المشهد السياسي الآن الكتل السياسية هي هناك كتلة واحدة تتحكم بالمشهد وهي كتلة الفتح التي يترأسها هذا العامري والمعروف أن هذه الكتلة مقربة من إيران لم تكن تابعة لإيران والشعب العراقي ثار ضد هذه التبعية لإيران أساسا فكيف يقبل برئيس وزراء جديد ترشحه هذه الكتلة الرئيس يعرف جيدا أن العملية السياسية الحالية هي على حافة الانهيار لذلك ويريد أن ينقذ هذه العملية السياسية ولو كان هؤلاء أصحاب قرار ولو لم يكونوا تابعين لإيران لعرفوا أن العملية السياسية وصلت إلى نهاية الطريق وأن الأفضل لهم وللعراق أن تكون هناك عملية انسيابية للتغيير من أجل العراق ومن أجل مصرحة العراق وأنهم إن كانت لديهم شعبية سوف يبقون في العملية السياسية ولكن هم يخشون من الديمقراطية يخشون من الشعب العراقي ويخشون من أنهم سوف يحاسبون على الجرائم التي ارتكبت وعلى السرقات وعلى التجاوزات على القانون هم يخشون ذلك ولذلك هم يتعلقون بالدستور وهم أول من خرق الدستور الدستور لا يجهز قتل المتظاهرين فلماذا قتلوا المتظاهرين ويريدون أن يقنعوا الناس بأن هناك أشباح قتلت مئات المتظاهرين هذا غير مقبول وشعب العراقي يعني هذا التعنت الذي يمارسونه سوف يزيد الشعب العراقي تصميما على المضي في طريق الإصلاح وسوف يزيد من بغض الناس واستياءهم من تصرفات هذه الكتلة جميل تفضل بالمقام معي دكتور حميد للمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن من البغداد عضو مركز العراق للتنمية القانونية سيد هشام الشمع سيد هشام مساء الخير مرحبا بك معنا بتصورك ما الذي تعنيه عودة العراقي إلى ممارسة مهامه لقائه ببعض الأطراف السياسية تبعنا بعض الأنباء التي أشارت إلى لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال السيد عادل عبد المهدي هل يعني ذلك رجوع الرجل عن خطوته عن تهديده وتلويحه بالاستقال رفضا لضغوطات الكتل السياسية عليه تحية لك سيد الكريم وضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام يعني بطبيعة الحال المشهد العراقي متداخل وأيضا مركب ويحتاج إلى تفكيك ومن جملة هذه يعني القضايا المتشابكة هي الأزمة الجديدة التي أحدثت بما يتعلق في دائرة رئيس الجمهورية وتلويحه بالاستقالة وأيضا هناك الطرف الآخر من بعض القوى السياسية لوحت بمحاسبته داخل مجلس النواب وفق المادة واحد وستين سادسا على أية حال يعني الآن رئيس الجمهورية عاد إلى بغداد ومارس يعني عمله بشكل طبيعي نعم هو يعني تعرض لضغوطات لربما ضغوطات خارجية وداخلية من أجل فرض يعني عدد يعني عدد من المرشحين كبدلاء للسيد عادل عبد المهدي لكن سيد الكريم يبدو أن موقف السيد رئيس الجمهورية إلى هذه اللحظة هو موقف دستوري وثابت وصامد ويعني مقابل القوى السياسية الأخرى يعني السيد رئيس الجمهورية اليوم هو يعني لا يستطيع أحد أن يحاسبه وفق المادة واحد وستين سادسا داخل مجلس النواب لحجة يحملها باعتبار أنه هناك كتابين وصلاة من قبل رئاسة مجلس النواب إليه لتفسير يعني من هي الكتلة الأكثر عددا من داخل مجلس النواب والشيء الآخر عندما يقدم بعض القوى السياسية لتطبيق المادة واحد وستين سادسا بمساءلة رئيس الجمهورية وإدانته وإعفائه أعتقد أن ذلك على الأرض الواقع لا يتحقق خاصة مع وجود يعني قوى كردية يعني لا تقبل بمثل هذه المساءلة وهناك أيضا قوى سنية مع الاعتذار على هذه التصنيفات بل حتى توجد قوى شيعية مثل السائرون أيضا يرفضون يعني تقديم رئيس الجمهورية تحت هذه المادة وبالتالي أعتقد الخطوات العملية داخل مجلس النواب بهذا الاتجاه لا تتحقق وإنما هي فقط للتنظير لكن سيد هشام ماذا عن حديث البرلمان كذلك عن إمكانية قبول استقالة الرئيس إن لم يسحبها خلال الأسبوع ودخولها حيز التنفيذ فعلا خصوصا وأن الجدل لا زال مستمرا حول ما إذا كان قدم الرجل استقالته أو لوح بها فقط أولا يعني المادة 75 أولا من دستورة العراق 2005 تقدم يقدم رئيسة جمهورية استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب وهو لم يقدم يعني الاستقالة ومعنونة وهو يعني صاحب مؤسسة وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية تحتاج إلى هذا الكتاب والاستقالة تحتاج إلى رقم وتاريخ ويوجهها إلى مؤسسة أخرى وهي مؤسسة رئاسة مجلس النواب وأيضا لديها صادر ووارد هذه الآلية لم تتحقق على أرض الواقع هو فقط يعني لوح وبالتالي إذا كان قدمها تحريريا فينتظر سبعة أيام بكامل صلاحياته ويستطيع أن يكلف يعني مرشح الكتلة الأكبر وبديلا للسيد عادل عبد المهدي في هذه الفترة سبعة أيام وخلال سبعة أيام إذا لم يسحبها سوف تكون نافذة ويعني تأخذ الإجراءات الأخرى لكن هو الرجل لم يقدم الاستقالة وبالتالي هذا الحديث هو جدلي وبالتالي على يعني أرض الواقع هو رئيس جمهورية كامل الصلاحيات وأيضا لا يخضع لهذه المدة مدة سبعة أيام لكي تكون الاستقالة نافذة بالتالي دكتور حميد الرئيس لا يبدو تحت أي ضغط أو أي خرج لسحب رسالتها والخطوات التي أقدم على اتخاذها خلال الأيام الماضية لكن عودته إلى بغداد الآن لا شك تزيل كثير من القلق لدى البعض من إمكانية الذهاب إلى سيناريوهات صعبة وسيناريوهات الفراغ لكن هل تمثل هذه الخطوة فعلا بداية الحلول وعلى أي أساس الآن خصوصا وأن الرجل كان اعترض على ترشيحات الكتل السياسية وكان قد اعترض وانسحب على أثر ضغوطاتها عليه بالتأكيد هو يعترض لأنه يعرف الشارع وهو يعرف مهماته جيدا هو ليس ساعي بريد بحيث أنه يؤمر بأن يكلف هذا أو لا يكلف هذا هو لديه رأي هو أعلى سلطة بالبلد وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس له مهام وله صلاحيات في الدستور العراقي الرجل يدرك جيدا أن الشعب العراقي يرفض أي مرشح من هذه الكتلة التي تسمي نفسها الأكبر والتي لا يعرف حتى الآن من هي الكتلة الأكبر لأنه تكليف عادل عبد المهدي قد حصل بسرية ولم يعلن للشعب من هي الكتلة الأكبر حتى في تلك اللحظة إذن الرئيس يعرف أن تكليف شخص غير مرغوب وشخص متهم يعني الشخص جزء من هذه الحكومة وجزء من هذه الطبقة السياسية سوف يزيد الأمور تعقيدا وسوف يلقي بكل العملية السياسية بمن فيها هو كرئيس للدولة يلقي بهم في مرحلة من الغموض وهذا ليس في صالح البلد لذلك يعني بمسألة ذهابه إلى السليمانية الرجل هو من السليمانية ويذهب كل أسبوع أحيانا هو لم يهرب من مسؤولياته ولم يقدم استقالته حتى الآن هو ذهب إلى بيته في السليمانية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعاد إلى ممارسة مهامه كرئيس للدولة المشكلة هي هذه الكتلة السياسية التي تتمسك بما تعتبره حقها بتقديم ومرشح لرعاس الوزراء من هذه الطبقة السياسية التي يرفضها الشعب وهذا ليس حلا للمشكلة هذا ليس حلا للمشكلة عن لقاء الرئيس فور عودته مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كيف تفسر هذه الخطوة خصوصا وأن الرجل المستقيل بدى بعيدا على الأضواء منذ قراره التنحي هذا اللقاء كان مخططا له قبل ذهابه للسليمانية لكن عادل عبد المهدي تخلف عن اللقاء الآن هناك هذا اللقاء للتباحث حول المسألة حول مستقبل العراق ولا أعتقد أن فيه شيئا استثنائيا ولا نعرف ما الذي جرى في هذا اللقاء ولكن هو عادل عبد المهدي ما زال رئيسا للوزراء للوزراء حكومة تصريف الأعمال فلقاءه مع الرئيس ليس استثنائيا ولا شيء غير طبيعي سيد هشام بينما يظل الرئيس متمسكا بمواقفه على الأقل وفق المواطيات القائمة ويظل بعيدا أو متحدرا من أي ضغوطات لسحب خطوات أقدم عليها خلال الأيام الماضية في إطار البحث عن حلول ومخارج على أي أساس بتصورك يمكن المضي إلى هذه المسارات هل تعود الكتل تحديدا كتلة البناء لعادة قراءة مواقفها وخريطة وشكل بترشيحاتها والذهاب إلى أسماء ربما يقبلها الرئيس والأهم ما يقبلها الشارع يعني أولا أحب أوضح لزميلي العزيز الأستاذ حميد هي اسمها حكومة تصريف الأمور اليومية وأعتقد لقاء السيد رئيس الجمهورية برئيس حكومة تصريف يعني حكومة تصريف الأعمال اليومية هو جاء لنهاية حكومة تصريف الأعمال وتنتقل الصلاحيات إلى المحكمة الإدارية وإلى النائب العام حسب قانون النائب العام 49 لعام 2007 أو 17 عفوا على أي اتحال يعني أنا أعتقد أن هناك ثمة انفراجات في المشهد العراقي خاصة في مسألة ترشيح البديل ومع التنزل وأيضا يعني توافقا فلنقول أنه كتلة البناء أو تحالف البناء هو الذي يقدم يعني المرشح على أي حال يعني هناك تسريبات بأنه كتلة البناء قدمت إلى رئيسة جمهورية بشكل غير رسمي يعني فلنقول شفهي على سبيل المثال ثلاثة أسماء منها القائد العسكري عبد الأمير الأسدي وهو لديه مقبولية طبعا في بعض ساحات التظاهر كساحة يعني البصرة والعمارة والناصرية وأيضا لديه مقبولية شيئا ما في ساحة التحرير ببغداد وأيضا لديه مقبولية لدى بعض القوى السياسية أيضا وهو قائد عرف بنزاهته وأيضا مسيرة العسكرية هذه المرشح الأول والمرشح الثاني وأنا أكرر وأقول بأنه غير رسمية مجرد هي وصلت إلى يعني إلى سيد رئيسة جمهورية السيد السلام المالكي وزير النقل السابق والسيد ياسين الياسري وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأمور اليومية هذه الأسماء حاليا هي وصلت إلى رئيسة جمهورية للتداول والتباحث في اختيار أيهما ولكن أعتقد فيما لو اقتنع السيد رئيس الجمهورية ووجد بأنه الشارع العراقي ممكن أنه يقبل ويرضى بالسيد عبد الأمير الأسدي أعتقد أنه لو اقتنع سوف يكلف السيد عبد الأمير الأسدي لإعتبار أنه شارع العراقي والتظاهرات لا تعترض عليه ولكن أيضا أود أنه أوضح أنه السيد رئيسة الجمهورية بصلاحياته الرئاسية هو يعد رمزا للبلاد ولا يجوز توجيهه يمنة أو يسرى أو توجيه ضغوطات نحوه باختيار شخصيات معينة أو اختيار منهج معين هو لديه رأيه وكيانه الخاص وأيضا يعتبر رمز للدولة العراقية العملاقة وبالتالي هو من يقتنع من الأسماء التي قدمت إليه هو الذي يستطيع أن يكلفها إذا وافقت الشارع بنظرة دكتور حميد أخيرا على هذه الأسماء هل بتصورك تأتي الحلول من خلال تكليف شخصيات بخلفيات عسكرية بعيدا عن صفوف السياسيين التقليديين أبدا لا لا يجوز تكليف شخص عسكري نحن يعني العراق يفترض أنه نظام دموقراطي مدني كيف يؤتى بشخص عسكري ليس لديه خبرة سياسية أو إدارية وكيف يؤتى بوزير الداخلية الحالي الذي المتهمة علق المتهم قواته متهمة بأنها ارتكبت جرائم بحق المتظاهرين مئات المتظاهرين قتدوا كيف يؤتى بشخص من هذا القبيل وحتى شخص الثالث ما هي مؤهلياته من هي الجهة التي تلعمه كلها هذه الأسماء مرفوضة يجب أن يؤتى بشخصية إن تم طرح شخصية عسكرية يقال بأنه يفتقد للتجربة السياسية وإن جاء به مسكوم سياسي يقال بأنه غارق بالفساد ما هي الصيغة المرضية إذن الصيغة المرضية أن يؤتى بشخص لديه خبرة سياسية وخبرة إدارية ويحظى بثقة الشارع يجب أن لا يكون أو لا يرشح من كتلة متهمة بالفساد ومتهمة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي هذا هو المطلوب والرئيس يعلم جيدا يعرف جيدا أن أي شخص يرشح من هذه الكتلة سيكون مرفوضا من قبل الشارع وقت حلقة ننتهى أشكرك جزيلا شكر من لندن الكاتب والباحثة السياسية الدكتور حميدي الكفائي ومن مغداد عضو مركز العراق التنمية القانونية السيد هشام الشماء شكرا جزيلا لكم مشاهدين شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة